دكتور ماجد طامان هنتكلم النهاردة عن سيتو ميجالوفيروس وده هو مرض فيروس ديسيز بيبقى دي انا وبيبقى زي الفيروسات بتاعت الهيربس من نفس العيلة واهم حاجة فيه اللي هو العدوى للجنين أثناء الحمل فعشان كده من الاختبارات اللي بتتعمل الست الحامل في مصر أثناء الحمل اللي هي السي امي في مع التوكسو بلازموزة زي ما قلنا قبل كده ونجد نسبة كبيرة من الناس عندها سي امي في بيعدي في معظم الوقت زي فيفر أبو أنون أورجين وما يحسش بالعيان وانتهي 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 مستخدم بعض الاميونية لسي امي في ذو ما بيبين من الاجي جي للسي امي في وممكن يجي اعراض الاعراض زي امي فيكشاس مونو نيكليوزيس شوية فرنجايتس التأب في الحلق شوية سخنية شوية ماليز نصر بينز بحيث انهم مش مبسوط تعبان حرارة عالية وغدد لينفوية في الرقبة بزبط زي الانفكشاس مونو او زي التوكسو الاكيوت انفكشن بتاع التوكسو نفس الشيء او الاتشق فيه بيعملوا كل دول يعملوا نفس الاعراض دي عشان دازل نفكر فيهم لما تقيجوا ايه بنفس الاعراض دي شوية غدد لينفوية في الرقبة مع شوية العيان مش حسس كنو كويس وشوية حرارة هو الكلام ده المعظم الحاجات بيميزها في تحليل الدم بين الانتيبودوس وكلهم لهم الانتيبودوس بتاعتهم بالنسبة لل التابان في التابع يبدو التابع يدين سعر المش حول للسيما الانفكش التابع kit كانت انك تجيب متوفر الكثير ومنها طبعا العين والبرين والرئة وطبعا النصب بتوع الترانس بلانت بالزات اللي هنال الأعضاء اللي عندهم مناعة ضعيفة دولة أكثر نصف ممكن يتنقل لهم السي امي في زي ما اتفقنا أن الاميوني كومبيتنت غريبا فيش مشاكل نادر لما تلاقيت السي امي في في الاميوني كومبيتنت يدي أعراض وساعتها يدي لك ساعتها يدي لك ممكن يديك زاجي الامبري ديك منيجوكوفالايتس بريكارديس ميكورديس يعني حاجم حيثك كثير سومبوسيتوبينيا هموليتك أنيميا وغريش زي الماكلوبابلر زي بتاع الميزلز يعني ممكن يحاجم الاميوني كومبيتنت او اللي عنده مناعة عادية بس نادر طيب يبدأ بالنسبة للسي امي في والتشخيص بالإقسام المضاد للأي جي جي طبعا لو أكثر من فور تايمز او في اي جي ام هذا بيقولك في اي جي ام بس بيقولك خد بالك أن بعض العيانين اللي يجي ام بيحصل فيهم متأخر يعني مش في اول اسبوع ممكن نخده كذا السابيع والأيان يبع عنده العدوة طيب بيباني ازاي بقى سي امي في ده في تحت الميكورسكوب بيباني زي عين البومة لأول آيز اه شايف شكله زي البومة ازاي هذه عينه هي عاملة زي عينه يعني هو شكله بيعمل في التشو لما يأخذوا منه عينة من التشو بيباني كأنه ايه او الايز كأنه بيبصلك كده بايونه بحلقلك زي البومة طيب اللاجو اي بقى سيتو ميجالو فيروس طبعا انتي فيروس يعني ادوية للفيروس والادوية في الحقيقة هي الجين سايكروفير هو الدراج في الوضع في معظم الانفكشن هو الجين سايكروفير طبعا اقوال لما دي اي بي بس في منه أورال فورم بردك الدراج الثاني هو الوضع الجين سايكروفير سايكروفير والادوية 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 الجين سايكروفير بردك بني دي في البروفلاكسي في الترانسبلانت ريسيبيانس اللي هغضو الترانسبلانت في ألوية تانية ممكنة ديها زي الليتر موفير الليتر موفير وفي الفوسكورنات والأصايكروفير سيدو فوفير ماري بافير الأهم من العلاقة البروفينشن والبروفينشن ممكن في في السي ام في السي ام في فهو فهو يكون حاملين أكثر للسي ام في الفيروس والفيروس بالترانسل يعني هي من شخص لشخص فالكريم القطط لما كانش فيه شخص لشخص لنقل خلص هو التعرض للفيسيس بتاعت القطط أو البروف بتاعها في التراب وفي الأكل اللي اللي اتطرب بيه واللحوم اللي هي مش مستوية اللي فيها السيست لكن سي ام في بي قصته مختلفة سي ام في بي دوا بيتنقل من شخص لشخص والشخص غالبا بالخاف عليه اللي هو الست الحامل ويتنقل لها من الأطفال الصويرين فمهمة جدا تخسل إدها دايما لما تقرب لهم تعمل أي حاجة لهم بتنظف مرة خيرهم بتتأكلهم أي حاجة من دي وعلى عد ما تقدر لو في حد تاني يقدر يرعاهم يبقى أحسن يعني هي مثلا لو حتى الشغل مدرسة مثلا في أول ست سنين أو ست سنين ممكن السنة دي تفوتها اللي هيحامل فيها ياخد عجازة الكلام من دا طيب ممكن يتولد الطفل ممكن يتولد ممكن يتولد ممكن بعد كده في فيجين لوس يفقد الرؤية الميكروكيفة للرص الصغيرة مينتل ديسقبلكي سيريبرال بولسي مشاكل في المخ التكوين المخ والسيجرز اللي هي تشانه فهو مرض خطير لو نحاول العلاده من قدر نمنعه وست الحامل البوستب فيها بنعالجه وهو الطفل نفسه يتعالج أصبع عرفنا الأدوية الانتي فيرال بتاعت المرض دا ترجمة نانسي ترجمة نانسي حسنوذة ترجمة نانسي اشتركوا في القناة